بس بقى بس ما تحاولوش دوشتوني بص يا بومبولايزي انا ايه ايه بنت بومبولايزي دي ما تحترمي نفسي طب بص يا بومبو انا فهمك على حاجة صغيرة جدا الراجل هيعمل زي ما زاد كده وابتر واحد هيدفع ايجار هو اللي هياخد الكافاء سمعيني بقى كلمة نعم يا ست الكل رياحي نفسك يا الهام ما تحاوليش تسبتيني يا اخت اوبا يا جدعان دي تلت عارفة التثبيت ايوه يا اختي عارفة التثبيت وفهمك وطحن ايوه بقى يا مامتي ايوه كده خليك يروشة كده وتبقي معانا على الخط بقولك يا مامتي يا حبيبتي انا كنفسي اضربتت وممكن تجي معايا وتحاسبين انتي اطلعوا بقى من افوخي اطلعوا من افوخي شوفوا بقى عايزين كافاءة عايزين مصالح سجاد ولا حاصيل حتى يبقى منفلوسك طب ما تشاركنا يا جميل وبعدين يعني كل اللي هنحتاجوا منك يا ست الكل هم عشر تلاف جند بس والاجار هندفعه من اراد المحل ده احنا هنتقيم ورعه بالخمسينات يا شيخة لا مش هشارك حد وعلى رأي المثل ارنب ملك ولا جموس هشرك بص يا عبكويمي حبيبي زي ما اتفقنا بقى تحاول تخفز بتمن ام الارض في المزاد لحد ما الراجل يوافق ويديه لنا اخفز ايه اخفز دي هو بس فيه سؤال اوستاذا ما عليش يعني مش دوع طبق واستغلال يا تبتل دويرك الحقي ده اله خلينا ناكل عيش بقى بدل مجوعك لو الجوعين اللي هي هم سبعتاشر وجنيه ويجيب لقلب السجاء اجنبي عسل وولع عارف يا هلا عاطف لعبة المزادات دي انا عاملة زي ايه زي لعبة السبع بلطات اللي عندنا في البلد عارف هي عايزك يا هلا تخش المزاد وترمي كلمة سبعتاشر جنيه ايجار وتفضل رابط عالسبعتاشر جنيه رابط عالسبعتاشر جنيه رابط عالسبعتاشر جنيه رابط عالسبعتاشر جنيه يا صح يا هلا لحد ما انا بقى اخش بكلمتي واقول عشرين مقفولة يجي صاحب الكافيه دوان يحب على ايدي عشان اقجره منه وهتجيب لي الشوكلوكلوكليك اللي اتفقنا عليه يا أستاذ ثامر يالا يالا انا عايز ادخلك علم المسترطة من اوسع برتماناته الله عليك يا مصر وعليك يا أستاذ ثامر